النقطة الأولى هي فتح حساب تحت عنوان أو باسم صندوق تنمية البصرة يتم إداع فيه 50% من واردات المنافذ الحدودية بشكل تلقائي شهريا النقطة الثانية يودع مبلغ دولار واحد عن كل برميل النفط ينتج في محافظة البصرة أو يصدر من موانئ محافظة البصرة أيضا في هذا الصندوق النقطة الثالثة تخصص واردات هذا الصندوق والأموال المتولدة فيه لإطلاق المشاريع التنموية العملاقة والنقطة الرابعة وهي الأهم أن تكون هذا الصندوق تحت يكون شفافا ويكون تحت رقابة الأجهزة الرقابية ويوجد موقع الإلكتروني ينشر فيه أسبوعيا كافة المبالغ الواردة فيه والمبالغ المصروفة منه والنقطة الخامسة هي تمنح الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي الصلاحيات اللازمة لإطلاق هذه الخطة التنموية لمحافظة البصرة أجملنا هذه العشرين فكرة والعشرين خطة وهي تنسج مع الدستورة القوانية النافذة ولها أولويات وأرضية مناسبة أهمها هو مشروع المحطة الحرارية في الفاوة الذي ينتج تلتلاف ميجا ويوفر مليون متر مكعب من الماء يوميا وكذلك مشروع إنشاء ست محطات تحلية على المحطات الحالية لتغذية مناطق محافظة البصرة بالماء العذب وإكمال مراحل مشروع ماء البصرة الكبير وربطه بشبكة المياه أيضاً إكمال مراحل إنشاء سد البصرة الذي يوفر بيئة سياحية إلى المدينة ويمنع تمدد اللسان الملحي وأيضاً دعم وإكمال مشروع قناة البصرة الإروائية هناك عدة مشاريع من ضمنها إنشاء تحرير مطار البصرة من التبعية إلى الحكومة الاتحادية وإلى مطار بغداد ويكون على نظام العمل بنظام الترانزية توفر فرص عمل وواردات مالية كبيرة جداً لمحافظة البصرة بناء مدينة النخيل المستدامة التي تشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية وتوفير عدد كبير جداً من فرص العمل خلال بناء المدينة ترجمة نانسي قنقر